ما زلنا في أيام العيد والعيد لحمة والعيد زحمة ولكن إحنا بطبيعي الباب يخبط يجي هدية يا إما يكيلوا لحمة والله إحنا عندنا لحمة الرأس النهاردة عجبتنا فدي جزء منها لنا بتتوزع على فكرة من ضمن الحاجات اللي إحنا نتباحها معنا لحمة الرأس النهاردة معنا مخرجنا الجبيل عمور نجيب لحمة الرأس ويا في قلب الحلة مستوية وجهزة تقدر تعملها فتة حلو تقدر تعمل منها شربة حلوة لسان العصفور حلو قوي ممكن تعمل منها حاجات حلوة قوي أنا النهاردة آه 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 ده هوريك حاجات حلوة أو على فكرة مص آه ده لحمة الرأس آيات وقت ده وقت كبير على النار وزي الفل آه 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 أنا هطلع لك كل ده ده لحمة الرأس بستوية وإحنا عارفين في وسط البلد عندنا والناس الطيبين مشهورين بالحلويات آه ده دايبة دوبة آه ده عايزة بس الواحد كده شوحها في شوية زبدة مع رشة ملح ورشة فلفل ألف انا بحب القرقوشة بتاعة لحمة الرأس آه أنا هعملها النهاردة صنية للأمانة الصنية دي بالبصل المكرمل بما ان احنا في موسم البصل وعندنا بصل حلو فياخد شوية بصل حلو اكرمرهم مع جزر والصنية اللحمة الرأس دي تخش النار هنأكل البصل والجزر ونسيب لحمة الرأس دي ده لحمة الرأس كل حاجة جاهزة عندك أشوف لا 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 لسه عشان يسوي لحمة الرأس دي شغلان ما خلي بالك الطايم بتاع الحلقة بتاعتنا تقريبا ساعة صفو او خمسين دي بالزبط انا عايز اقول لحضراتكم ان انت لما تخشوا المطبخ لحمة الرأس بتاخد شوية غالبة وتطيع وكل حاجة ولكن دلوقتي بتجيلك متوظفة متجاهزة حتى انا كمان عرفت من المجزر ان هي بتتباعة بالكيلو بالنص كيلو مش لازم اجيب رأس كبيرة كلها مع بعض اياه ولكن في العائلات انا شفت الكلام ده قدام عيني بتتوزع القريب والحبايب خلونا نعمل اول حاجة نبدأ بلحمة الرأس هنعملها النهاردة بطريقة جديدة صنية بالبصل والجزر البصل ده لازم يتكرمل كويس وبطريقة صح وناخد الكرمالة والسكريات اللي موجودة فيها بنحط طاس على النار فيها شوية زيت زي دول كده مع شوية زبدة زيت وزبدة دي اول حاجة اه وهنحط مع الزيت والزبدة ده عم تشيك معلقة من السكر الله هو ده سكر سكر يا سكر ومنين اجيب لك سكر قادي شوية السكر ده كده هو ده ناخد البصل بتاعنا ده كده وبتقطع شرايح تقطع جوليان تقطع مكعبات زي ما انت عايزة بالشكل ده ينزل مع البصل اه هو ده هيت كارمل صنية كواق صنية لحمة راس بالبصل والجزر ما قادرها جزر لحمة راس مستوية جاية هتقطعيها وتحطها في النار عشان تسويها بتحطيها في النار مع بوكي جارنيه مع جزر وكرافس وبصل وشوية حبهان المقدر على الشاشة لحمة راس حلو ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا كرافس معانا بوهارات حلوة اساس الحبيان فيها والفلفل الرومي الجميل الحلو شايفين قد البصل كده بيتكرمل هو زي الفل وعشان يتكرمل معايا بسرعة بغطي الحلة بجد يشيف اه قطع البصل بنفس التقطيع دي اصدت الكل وحطي عليه ورقتين نعناع وغطي حلو اه ايش عم البصل ناخد الجزر بتاعنا الحلو ده كده دي حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس حتى في العيد الكبير مش حرمنكم من حصريا وحقوق الطبع لدينا وبس الجزر بتقطع كده الشاكل ده كده ولازم تقطعي حيطة صغيرة عشان يستوه معاك بسرعة حلو ايه فكرة الجزر بقى مع البصل الجزر فيه سكريات ده الطبيعي والالياف بتاعته الجميلة الحلوة كمان البصل فيه سكريات الاتنين مع بعض مع لحمة الراس هتاخدنا فكان تاني بطعم تاني دايما اقول تفاصيل صغيرة ولكن الطعم كبير وشكل جديد اهو هاده هاد الجزر اه طب يعدي لا ما يتبشرش لو تبشر هيقلب على حاجة تانية خالص تقطع كده بالشكل ده كده اه عشان يشرب من الشربة بتاعتك اللحمة الراس اهو نفس الكمية اهو حلو يا شيف دي والله انا بخليك تربطي ما بين تشكيلة من الخضار ولحمة الراس فيه لازم بقى ممكن تعمل حاجة حلوة اهو تاكل الخضار وتاكلش لحمة الراس تستفيد بيه وده مهمة على فكرة اهو شوية جزر حلوية معانا من الرزماري عود رزماري طرية جديدة اه كلنا عارفين لحمة الراس بناكلها مستوية تحمرة في حتة زبدة شوية تروس زبيض والف هانا وشيفة بعد كده خلصنا من ده كده تمام اخبار البصل ايه بص على البصلة اهو ده بصلية بتاعتنا فلة تقليل تقليبة حلوة البصلية لا اله اهو حل تقليبة ديك حلوة مطلوبة اهو الريحة ما قولكش بقى بص البصلية بعد محطيتها عليها اهو غطيتها اهو ناخد الجزر بتاعنا حلوة اهو وانسيبها تعيش مع نفسها تاخد وقت وسريعا كده نشوف مع بعض مقدير كيكة الفواكه المشكلة حطيها في الفرد عشان ننساها كمان المطبخ والمينيو بتاعنا النهاردة مربوط ببعض مينيو عيد بيأكل سانا وحضراتكم طيبين اهو عايز اعمل كل حاجة وانقفه في المطبخ الجزر كارمل بالسمنة والزبدة معلقة السكر حطينا عليه الجزر وسبناك كده زي من غير توابل انا عايز بس الشكل كده كل ده يستوي وياو لي ياويلي ياويلي الراحل حلوة دي اهو نحن كده خلص نشوف اخبار البصلة بص بص عالش Viktor بص هات من تحت كده هات من تحت وسامي شفت البصل الكارمل ازاي مع الجزر ووسع كده اهوه شفت الحلاوة بص على الحلاوة بص على الجمال ده كده اهوه ايه الحلاوة دي اهو اهوه جزر فين الجزر ماشباين من البصلوية اهوه اهو davon اهو. حلو اهو. محطتش انا بوهرات ولا اي حاجة اخلي بالك. انا زي بصل وجزر بس. حلو الكلام كل اللي انا عميله اخد ايه? معلقة هارسة حلوة. حلوة اهو. فعل بيها كده. وشوية بقدونس. حلوة اهو. دي اللي لحمت الراس? اه. طريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس اهو. مش هحط سكر لا. حطت معجون طماطم اه بس مش هحطوا سكر. ليه? لان عند الجزر فيه سكريات. وعند البصل فيه سكريات. اهو. 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 واقلب كده على النار. اهو. حلو اهو. شوية فلفل اسويت. الله. بصراحة انا عايز البصل مع الجزر ده ولا عايز لحمة الراس ولا عايز زي حاجة. اهو كده ده يخنى لطيفة جميلة. اهو. اهو. شوية ديفريكة حلوين. شوية تبقى فيها شوية سبايسي. وشوية كاري. او كوركم. اهو. عادر اهو. كمان عناية والله يا رايحة شوية زعتر. يلا. اهو. ده في قلب البصلية الحلوة. ونقلب دول كلهم مع بعضي تاني. اهو. تكرمت البصلة تكرملت اهو. زي الفل. نعمل ليه بعد كده عم شيفوية على النار كده. بناخد شوية شربة من شربة لحمة الراس. اللي عندي دي اهو. الله اهو. شفت 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 الشربة والدسمة بتاعتها بص بص. بص على الحلوة. بص على الحلوة. بص على الحلوة. اهو. 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 انا فرحانة اهو. انا وقف جنب الحلها. لا لا الريحة دي دورة عليها في اي كتاب في اي كراس في اي مكان مش هتلاقيها. بصل مكرمل مع جزر مع خبرة تهوية في قلب الطاص اهو. 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 صنية لحمة الراس بالبصل والجزر. وحقوق الطبيعي لدينا وبس اهو. اهو. الله اهو. لسه مخلصتش اهو. الله على الحلاوة. اهو. لسه مخلصتش اهو. اهو. ايه الحلوة دي عمش ايه الجمال ده اهو. سيبهم على النار. نعمل التركاب بتاعت المغازي. الجمالة الحلوة اللي هتحبك. بولة صغيرة. معلقة نشا صغيرة. اهو. الله عليك حبيب قلبي اهو. دي معلقة النشا. على معلقة النشا دي عم مش شيف عصرة ليمون. ياهو. ايه الجمال ده اشيف. حلو قوي. شوية مية. لا مش هحط كريمة لباني. يا لحمة الراس ده اصابها ده سماء. كريمة لباني دي لما تعمل وايت سوس. باش امل. وملوش مكان بيننا خارس. اهو بخرج بس شم اي حاجة بيضة. اه اه يحط يقول لك ايه نحط ايه با كريمة لباني. ايهو كريمة لباني غالية. اهو في ناس كده اول ما تسمع الزواج يقولون ما تكريمة لباني يتخط بقلبه. العلبة بتعمل الشيء الفلاني اهو. ليه كريمة لباني اهو. ده دي نشب عالية نشا. تعب بقى نشوف عالية نشا ده تعمل اينا? هتقلم كيان الطاصة دي. الطاصة دي فيها خبرة طهوية. بصل متكرمل وخد وقته على النار. مع جزر. كل دول خد وقتهم على النار مع زبدة مع فص مستكة. بعد ما استوى نزلت بالشربة بتاعة لحمة الراس هنا اهو. وننزل كده اهو ده اهو. اهو. اهو تحط الكريمة لباني وتسمع كلام عمور خلي بالك اهو. لس لس لس. انا بأسس. عندي لحمة الراس مستوية دايبة. اهو. مش اقلبها. انت منتظر ان انا قلبها مش اقلبها. مش اقلبها خالص دلوقتي. هنجيب الصينية الحلوة. الطاجن? اه. والله انا مش هاز اعمالها في الطاجن ده. اه والله. بصراحة لا. لا تتعمل هنا. صينية كبيرة كده عشان تلم العيلة كلها. دي احسن. اخبار الكيكة ايه? حكاية. فقال بالصينية دي كده عم نشوفها. ناخد لحمة الراس بتاعتنا الحلوة دي كده. بص على لحمة الراس اه. معها جزر. معها طماطم. الله. لحمة الراس دي احنا دايما نزل منها. اقول لك يا عم ما فيش فلوس جبنا لحمة الراس دي اكلها بقى ويدعيلي. بجد يعني. اه يا بص دايبة. اه. اه. وغيرت انا من الطعم خلي بالك. يعني كلنا نشمر حتة وعبد المصمت ونعدي بقى مناخرنا والجو ده اللي خالص اه. 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 شفتي اه. الله. طعم جديد اه. تفاصيل صغيرة. والطعم. والشكل. جديد. اه. خدت كل لحمة الراس. حلوة اه. ونشيل دول مش عايزهم. الشربة دي. عايز تشوف هنا ايه? حاضر يا غيري. بص على الحلوة بقى. بص على الكوان. بص اه. هنا في شخصية. عليها تنشى. في شخصية للصوص ده كده اه. 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 يلا معي. يلا معي. يلا اه. الله. ايه ده يا عمشين ايه ده? ايه ده. اه. الفي انا وشفة اللي ياكل اه. كرملت البصل مع الجزر خد لحمة الرأس في حتة تانية خالص. اه. دي عدالة يا عمشي في شوة روس زابيض. روس زابيض يا عمشي في معلقة زيت وفص حبهان وشكرا. اسمع كلامي بس. وبالف انا وشفة اللي ياكل. اه. عدالة معلقة والواحد ياكل ونق الجزر والبصل كده وياكل. اه. معلقة النشا هي يا شخصية الصينية دي. الفرن جاهز اه? دي هتخش الفرن. خش الفرن تاخد لون. عناية. عناية. الله مصلى على النبي. لا ده تبروزها دي. ايه ده? بروزها. يا عمور. ايه لا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلها الفرن? يا الله يا فرن. يا الله يا فرن. ما هي? الله مصلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بص عليها بص. ايه الجمال والحلوة دي? والصورة تسبق المعنى والكلام في قلب الفرن. ايه الجمال? ايه الجمال ده? خش بقلبي جامد. صنية فيها خبرة طوية مع تشكيلة مع لحمة راس مع بصل وحقوق الطبع لدينا وبس دايما بنقولها على شاشة القناة اللي اولى والطلاية المصرية حتى في العيد. مش حرمينكم من حاجة. اه. عايزش انتك ترسم على الفرن? لا 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 الفرن يستهل. بص الفرن فيها غالب. في لحمة راس وحقوق الطبع لدينا وبس. اللهم صلى على النبي. اه. لا بالله عليك انا مش هطلعها لما تشيبك ايه ده? ايه ده? ايه ده? ايه الصورة تسبق الحديث ده? يلا طلع يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. اه. انا بهديلك دي. جاي في الاخر انت محزوز. اه والله بص بص عليها حكاية حكاية. اه. يدوق مع صورة حلوة. نعم حاضر يعني بقول لي قال لي كده جيب لي تفاصيل بتاعتها كده حاضر يا غالي. حاضر يا غالي. بس سمحني لو اكلت من ها. الجزر. شفت 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 اللحمة راس. دايبة. بص. بص اه بص اه بص اه بص اي بزاق اه 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 اه. الواحدية اه 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 تتخاني الشوكة مع الشوكة. اه الف انا وشفت. وكرمالة البصل الف انا وشفت. دي اه يا فانتب اه. الف انا وو. معاها بصل معاها جزر الف انا وشفت. الف انا وشفت. اه. دي مش عايزة حاجة. دي عايزة للامانة شوية طرزة بيض. بس وخلص الكلام. دي دا عمشي بدان وزماري. عشان بس الصورة تطلعيها. الشكل دا. حال? طيب.